وتنضم إلينا من بوريكسل مونة السلوية الباحثة في الشؤون الإيرانية سيدة مونة تهديد ترامب بمزيد من العقوبات لإيران هل يمثل حل أم تعقيد وبالتالي في ظل يعني اعتراف رئيس وزراء باكستان أن ترامب طلب منه شخصيا ربما وطلب من باكستان وساطة مع إيران تحياتي لك والمشاهدين مع أنه استغرب قضية طلب الوساطة من باكستان لأنه ماكرون يحاول قصار جهده أن يكون وسطا بين إيران وبين ترامب وترامب أعلن أن لا يحتاج وساطة ومن يريد التواصل معه يستطيع تواصل معه ترك رقم تليفونه وفي السفارة السويسرية التي تعتبر هي وسطة بين نظام الإيراني والحكومة الأمريكية لذلك أجده قريبا قليلا هذا الأمر ولكن مهما تكون الحظرة الاقتصادي بالفعل أنها أقل تعقيدا من أي احتمال لهجوم عسكري فعلي في المنطقة بدأت نتائجها تبان وإيران تحت الضغط شديد وأنها أقل تكلفة أن تستمر ولاية المتحدة الأمريكية في الضغوطات على إيران بهذه الطريقة دون أن تتورت في حرب جديدة في منطقة شرق الأوسط مساء ماكرون للوسطة هل يمكن أن تنجح الآن سيدة مونة في ظل انضمام فرنسا إلى بريطانيا وأيضا إلى ألمانيا وإصدار هذا البيان الذي يدين بشكل مباشر إيران لتورطها في شركة أرامكو السعودية أظن هناك سببان خلف محاولات ماكرون أن نكون واسطا بين إيران وولاية المتحدة الأمريكية سببه الأول ممكن يكون هو محاولته لتقديم هذا الضمان المالي الذي يقدر ب 15 مليار دولار أو مليار يورو يعني هو بما معناه هذا الضمان المالي يعني إيران لديها المال أيوة لأنه تحول إيران إلى مديون لأنه إيران لديها المال ولكن لا تستطيع أن تستخدم هذا المال ستأخذ ضمانات من الأوروبيين ثم لا تستطيع أن تبيع النفط مرة أخرى ستضطر تأخذ ضمانات أخرى فهكذا تدخل في دوامة الديون وهناك فرنسا مستفادة هذا من طرفه ومن طرف آخر أوروبا فاقدة لقيادة فعلية مثل ما كانت أبان حرب العالمية ثانية مثلا قيادات التي تستطيع تقود أوروبا يحاول ماكرون أن يبين نفسه هذا القائد الذي يستطيع أن يقود أوروبا بالأخص بعد خروج تقريبا أو أزمة بريطانيا يعني فرنسا دايما حتى تاريخيا كانت معادية لانضمام بريطانيا للتحاد الأوروبي فريدي العبد هذا الدور ولكن لا أظنه بالفعل ينجح في هذه المساعي لأنه إيران ليست بمكان أنه تريد أن بالفعل تتنازل من تصرفاتها في المنطقة لأنه أي تنازل من إيران هي تحدثت عن هذا التنازل من تدعمه سيدة مونة سيد روحاني تحدثت عن هذا التنازل وقال أنه يمكن لإيران أن تتنازل في حال ما رفعت عنها العقوبات الرئيس الأمريكي استبعد الحرب هناك وساطة فرنسية هناك من جهة أخرى تشديد العقوبات هناك الرئيس الأمريكي طلب أيضا وساطة من باكستان هل هناك اجتماعات في الخفاء سيدة مونة غير ما يذكر لوسائل الإعلام؟ ممكن يكون أن لا ننسى خلال 40 سنة الماضية نظام الإيراني كانت تعامل الاجتماعات مع ولاية المتحدة كانت لها حتى تعاملات عسكرية مثلا تعاون عسكري كان مع النظام الإيراني وإمريكي في أفغانستان كان لهم دور في سقوط بغداد بالفعل طول عمرهم خلال 40 سنة كان يعملون حي كانت استراتيجية النظام حتى خميني كان يقول افعلوا ما تريدون ولكن لا تتركوا الناس أن تعرف ولكن الفرق بين الرؤساء الجمهور السابقة الأمريكية كانوا مستعدين أن يتنازلوا وأن يقوموا بأشياء بسر ولكن ترامب لا أظنه يتنازل من فكرة أنه يبين لمناصرينها وأيضا للديمقراطيين الذين يعرضون أنه رجل الذي يستطاع أن يأتي بالنظام الإيراني ويأخذ معهم سور ويجبرهم أن يتنازلون من فكرة الموت لأمريكا ولكن المشكلة أنه الهوية السياسية للنظام الإيراني بالأخذ المرشد العالى مبنية على فكرة الموت لأمريكا فأي تنازل من هذا الأمر تبدو أنه فكرة الثورة الإسلامية منهارة فهذا ليعرقر بالفعل عملية فعلية للمفاوضة ولكن هل النظام الإيراني على جانب استراتيجيتها أو إيدولوجيتها الثورية هل أنها نظام نعم إذا كانت تحت الضغط ممكن أن تتنازل وتقدم أي شيء لتحافظ على نظامها شكرا جزيلا لك سيدة مونة السيلوي من بريكسل الباحثة في شؤون الإيرانية